كويس جدا، فكرة هنا الحكم من الأول كده على الأداء أو المبالغة في الحكم، مش بكلم من جماهير النادي الأهلي، خلاني تكلم على بعض ماقيل أو كتب أو حتى بعض المنابر الإعلامية اللي بعض فيها طلع وقال لك أصل صافيو ده مش عارف إيه أصل، إحنا ما ننفعش نحكم غير لما نشوف، أنا مش شايف حاجة قدمها كولر، عارف حضرتك بعض الحاجات اللي بتتأكي، تركيز زيادة قوي وغير منطقي الكلام وإحنا بجد ما نردش، نطلعش نرد عندنا أبداً لأن لا نعيد اهتمام لكلام زي ده أبداً، ولكن في بعض الأحيان كده بتبقى عايز تقف أو تعمل وقفة تقول هو المنطق لما يبقى موجود كده أصلاً في حاجة اسمها أن أنت تحكم من أول مباراة بتتلاعب ده، أنت أول مباراة بتتلاعب سيبك من الوديات أصلاً، إحنا ما شفناش وديات تلعبت ما شفنهاش، فأنت على أي أساس طالع بتهاجم أو طالع حتى بتتكلم بهذا الشكل يعني لا الموضوع الموضوع في كلمة واحدة، الترند يحكم، والله صح، هو الموضوع ترند، والأشف من قامات يعني مفروض لا تحافظ على إسمها، يعني يطلع وتتكلم ولا فرق معها قيمتها، أنا لما أجي أتكلم دلوقتي أتكلم على النادي الأهلي والأداء، أتكلم كلام الطبيعي، ولا حد أتكلم في كلام الطبيعي، هو ده اللي بيتعامل على ترند، لكن لما أتكلم في الطبيعي، في النورمال، أن اللعبة قد من المرأة دي، موضوع تحديد عدد عدد كثير زمان قبل سيطارة السوشيال ميديا وسيطارة الترند على الأمور، يعني كانت الصحافة رياضية، صحافة رياضية كما ينبغي أن تكون وأقلام موضوعية تكتب وتتحلل وتنتقد، لكن إحنا في زمن السوشيال ميديا تتقرى حتى العنوان، تلاقي العنوان كده كلام جميل، والمحتوات بتاعة الموضوع، وتقييم للموضوع، وتقييم للعيبة، إذا كان أي حد ينتهم للنادي الأهلي أو ينتهم للنادي الزمالك، لكن في موضوعية لأي موضوع أو أي مباراة، لكن إحنا دلوقتي نشوف حاجات تانية، غالب زي ما بقولك الترند يحكم، إحنا برضو الحاجات دي مش نفكر فيها ما بنفكر، لكن كده عارف من الحين للحين تحس اللي هو يا جماعة، يعني حضرتك دلوقتي لما تبقى بتدور على ترند وإنت قامة كبيرة، وأنا لا أتحدث عن شخص بذاته على فكرة، ولكن يعني أنت مش خايف الكريدابيليتي المصداقية بتاعتك تروح، ولا يبقى بقتش فرقة كمان، يعني دي كمان ما بقتش فرقة الموضوع مش كده، الموضوع خلاص قلب ترند، وقلب موضوع كوميدي، وقلب أن أنا أخش على التليفون، على اليوتيوب، على أي حاجة، العنوان أن أي شخص ما بيقطع، فكل الناس تقدر تخش، فهي هو الموضوع به كده يلا معا لي